موسيقى عشرات المنازل في كوبار دون شبكات مياه أو كهرباء شوارع مدمرة وغياب خدمات أساسية كسيارة إسعاف أو إطفائية أو حتى حوية نفايات والمياه العادمة تنضح في الوديان ملوثة المياه الجوفية والتربة نظرا لغياب الحلول أهلا بكم في ساعة رمل موسيقى نرحب في هذه الحلقة برئيس بلدية كوبار قضاء رمالة سيد عزة بدوان أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا قبل أن نبدأ هذا النقاش لنتابع تقرير عده فريق البرنامج شوارع متهالكة تملأها الحفر وعمليات الترقيع غياب للأرصفة محطات انتظار للمواصلات العامة بكراس مخلوعة بل وغياب للنظافة فيها حديقة أطفال ألعابها تعرض الأطفال لخطر الإصابة كل ذلك حول مبنى بلدية كوبار قضاء رمالة وهو المبنى الذي من المفترض أن يضع حلا جذريا لكل المشكلات السابقة عندما تتعمق أكثر في البلدة تجد الكثير من المشكلات الأخرى كوحدات الإنارة المكسرة وغياب لحاويات القمامة وسط اعتماد المواطنين على البراميل أمام المنازل لتجميع القمامة لا تقف تحديات كوبار عند هذا الحد فالبلدة تعتمد لغاية يومنا هذا على الحفر الامتصاصية والصماء إضافة لشح المياه خصوصا في فصل الصيف ناهيك عن مشكلات في الكهرباء ومد الطرق الزراعية وأمام كل ما سبق نتساءل ماذا فعلت بلدية كوبار الجديدة لتطوير واقع البلدة بعد عملية الانتقال من المجلس القروي وما هي أبرز مخططاتها للنهوض بالبلدة على المستويات كافة وما هي أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها يعني معظم المشكلات التي تحدث عنها التقرير حول مبنى البلدية أليس هذا تقصيرا من قبل البلدية بحق البلد بشكل عام؟ يعني لا شك المناظر اللي أنا شفتها ولكن هاي مسائل يعني إحنا عنا الجو جو قروي وجو بلدي وحتى الآن يعني رغم أنه يمكن تكون كوبر يعني مختلفة نسبيا في هذا الموضوع يعني موضوع النظافة وموضوع ولكن لازال يعني ثقافة الناس بأنه عادي أنه يعني واحد يرمي بك الدخان بالشارع يرمي علبة كله بالشارع يقعد يبزر على المقعد تبع الانتظار ويبزر أو يوكل يعني أي شيء يعني أنتم توقون اللوم على المواطن الفلسطيني في كوبر بالتأكيد يعني إحنا يعني بشكل يومي بنوجه الناس نحو يعني هذا الموضوع هذا الموضوع مهم جدا وهذا الموضوع يعني بإلو علاقة بأنه يعني ثقافة الناس ولكن في نفس الوقت المواطن يلقي اللوم على البلدية يعني أنا باعتقادي أنه البلدية مفتوحة لأي مواطن لأي اقتراحات لأي مطالب لأي توجهات لدى الناس إحنا يعني موجودين وبنسمع من كل الناس وبالعكس إحنا يعني صرنا عاملين خططين يعني تنمويتين استراتيجيتين واحدة لسنة وواحدة لثلاث سنوات سناتي لقضايا الاستراتيجيات ولكن أين رقابة البلدية على منشآتها العامة على مشاريعها في البلد أين توعية الجمهور الفلسطيني من قبل البلدية نفسها صحيح صحيح هو يعني هاي إحنا لما بنعمل أي شيء بنعمل بالاشتراك مع المؤسسات الموجودة في البلد مع المجتمع المدني مع الحركات النسوية والشبابية مع مفاصل البلد مع وجهات البلد كلهم بيكونوا مشاركين معنا في وضع الخطط والاقتراحات والأولويات وكل هاي الأمور ولكن الصورة تتحدث الواقع سيئة على أرض الواقع وإحنا طبعا يعني على أرض الواقع بنعمل يعني كل جهدنا أنه يعني نغير من الثقافة الموجودة زمان ثقافة يعني يعني العدم الاهتمام أو شيء من قبل المواطن وقد يعني لا تكون يعني بشكل متعمد يعني المواطن بيكون هذا الإشيء ولكن هو تعود على هذا الإشيء يعني أنا يمكن أنا أحيانا أخطي يمكن ابني أخطي يمكن جاري أخطي يعني بنشوف يعني حاجات كبيرة نعم ولكن ماذا بالمواطن عندما تكون الشوارع مهترئة بهذا الشكل مرقعة ووضع متهالك فيما تعلق بالشوارع تحديدا يعني يعني الصحيحنا عنا داخل حدود المخطط الهيكلي للكوبر يعني عشرات الكيلومترات من الشوارع ويمكن ما يكون يعني مزفت أو معبد من هاي الشوارع بجوز لا يعني ما في لحد عشر في المية وتسعين في المية هي غير معبد طبعا في يعني ما يتحمل المسؤولين في هذا الموضوع يعني أليس البلدية يعني حقيقة يعني ليس البلدية وليس كمان المواطن لأنه يعني أنا بعرف وزارة الحكم المحلي أنا بعرف يعني كيف هاي طبعا البلديات والهيئات المحلية يعني بلديات فقيرة وهيئات محلية فقيرة يعني هي عمليا ما تقوم بجمعه من الناس هو ما بكفي يعني إحنا مثلا على صعيد كوبر إحنا ما بنوخذ من الناس إلا مستحقات النفايات ومستحقات النفايات يعني إحنا وصلنا نظام حول النفايات الصلبة سنتي إلى قضية النفايات هي محور خاص ولكن ما تفعلتم فيما يتعلق بالشوارع منذ استهامكم للبلدية ولغاية اللحظة القصد أنه يعني ما يساهم الناس في البلدية لا يغطي حتى النفايات نفسها يعني ما حد يعتقد أحيانا الناس بكلك طب ليش البلدية ما تساوي البلدية يعني كمان ما بيجي مصاري يعني ما في عندها مصاري بتنتج مصاري البلدية وعندها والله أملاك بتأجرها أو بتبيعها بتعتمد على المشاريع احنا منعتمد على المشاريع القادمة ربيين ووزات الجميع المشاريع القادمة يعني ممكن تكون في فترة موجودة في فترة غير موجودة وخاصة يعني في هاي المرحلة المشاريع يعني شحيحة جدا طب ماذا فعلتم بالشوارع تحديدا هل هناك يعني خطة فيما يتعلق بالشوارع هل هناك مشاريع مستقبلية احنا عنا يعني قرار مجلس بلدية بانه كل المشاريع اللي بتيجي للبلدية رح تكون للشوارع باستثناء طبعا توسعت شبكة الكهرباء توسعت شبكة المي هاي احنا بنسق فيها مع شركة الكهرباء وسلطة الطاقة ومع مصلحة المياه هل حصلتم على موافقة لمشروع متعلق بالشوارع والشوارع احنا يعني مثلا احنا قمنا بتعبيد الشارعين يعني واحنا لسا جديد يعني اتحولت المجلس لبلدية يعني اصالها بحدود يعني اقل من سنة قربت العام نعم ويعني بهاي السنة احنا يعني عبدنا حوالي يعني 2000 و200 متر طول الشوارع في البلد والآن احنا عنا كمان مشروع طبعا بعض الشوارع اللي تم تعبيدها قام الاحتلال اسرائيلي بتدميرها لاحظ نعم صحيح نعم صحيح نعم صحيح هو دمر حوالي كيلو نص يعني 1500 متر من الـ 2200 متر جرفوهن الاسرائيلي بحجة انه طريق المكب على ما اعتقد بحجة انه هذول في منطقة سي طريق المكب طريق المكب نعم صحيح نعم صحيح مع انه احنا البعض يقول كان من المفترض البلدية يعني بسبب وجود رفض اسرائيلي منذ الاساس على الشارع يعني كان بالامكان تسفيد منطقة اخرى داخل البلد لانه كانت نتجتها معروفة انه قد يتم تدمير الشارع نعم نعم هم الناس بقولوا هيك ولكن احنا يعني ما صار في حديث بيننا وبين الاسرائيليين على هذا الموضوع والاسرائيليين ولا مرة ما رفضوا الشارع ولا مرة ما قالوا لنا يعني ما تعبدوش هذا الشارع بالعكس هذا الشارع صار له معبد حوالي ثمان شهور والاسرائيليين يعني ما حكوا ولا يعطونا ولا اي اختار ولا اشي واحنا حكينا حتى مع الاسرائيليين نفسهم في هذا الموضوع واستغربوا انه احنا يعني جرفوا الشارع بدون ما يعطونا اي اختار طب قدال العام الحالي هل هناك مشاريع حقيقية على ارض الواقع تم توقيعها من اجل اعارة تأهيل الشوارع واي مناطق المستهدفة داخل كوبا نعم احنا يعني قلت لك احنا لانه في عنا شوارع يعني كثير في البلد داخل حدود المخططة الهيكلي واحنا بنركز على الشوارع لداخل حدود المخططة الهيكلي تحديدا كثير من الشوارع يعني بتساوي يعني عشرات الكيلومترات يعني موليين اهتمام كبير لهذا الموضوع لانه احنا بنعتبر بانه يعني تعبيد الشوارع وتبيانها يعني بعطي وجه حضاري طبعا اهتمام ولكن لا يوجد يعني مشروع حقيقي تم توقيع عارض الواقع لا لا فيه فيه يعني غير المشروع اللي احنا يعني كمنا فيه واللي الاسرائيليين دمروا يعني اكثر من نصفه احنا الآن خلال يعني ايام ان شاء الله نازل عندنا مشروع ثاني بتكلفات تسعين الف يورو من صندوق البلديات كمان لتعبيد الشوارع اي المناطق المستهدفة في كوبا يعني فيه مناطق يعني احنا فيه حوالي اربع خمس شوارع اللي يعني قمنا بعمل دراسة يعني دراسة لهم وخرائط لهم وكلفنا حتى مكتب مساحة يعني انه يكون برصد يعني هذا الشوارع واصدار مخصطات في هذا الموضوع والآن وطلب مننا يعني عمل خطه يعني استراتيجية تنموية للبلدية وشو الأولويات اللي عندهم وما كان من الأولويات اللي عندهم هي الشوارع ما دمنا نتحدث بالشوارع لماذا لا يوجد أرصفة في كوبر؟ أين التخطيط الاستراتيجية على أرض الواقع فيما يتعلق بالأرصف؟ يعني هو من البداية ما كان فيه يعني اشي بهذا الموضوع يعني بجوز الشارع الرئيسي في البلد المجالس السابقة وأحد المجالس السابقة يعني مشكور قام بعمل يعني أرصفة من البطون وليس أرصفة يعني جاهزة وكان يعني موفق نسبيا في هذا الموضوع وكل اللي كان يشوف يعني هذا الرصيف ما كان يعتقد أنه هذا صبت بطون ولكن المجلس يعني كلف ولكن مناطف شاسعة في البلد دون أي رصيف نعم صحيح نعم صحيح احنا بنحاول مبدئيا مبدئيا لأنه يعني كمان هاي الأرصفة بدهم الشريع يعني مش مسألة بسيطة يعني أحيانا رصيف يكلف أكثر من تعبيد الشارع ولكن احنا يعني حتى نحافظ على الشارع بنعمل على عمل أكتاف بطون للشارع خوفا من يعني تجريفه من قبل الأمطار وهي المسائل وحقيقة أنا بقول لك يعني احنا الآن مثلا عنا يعني لسا احنا في بداية السنة إن شاء الله يعني راح يكون في مشاريع طيب في موضوع آخر معظم يعني لنبات الإنارة العامة في كوبر مكسرة بالكامل يعني عدسة الكاميرا أظهرت ذلك بشكل واضح لماذا لا تقومون بأعمال الصيانة؟ احنا يعني في عنا يعني عقد سنويم مع فني كهرباء يعني بشتغل بهذا الموضوع بشكل مستمر ولكن واضح إنه العمل يعني مش جاب نتيجة على الأرض مش شيك يعني يعني أحيانا ممكن فيه شغلات أحيانا واحد بتحرج إنه يحكيها يعني بمعنى إنه حيانا بتلاكي ولاد مسكين المكلعة هاي وبيكسروا في اللمبات شايف؟ وإحنا يعني وصلنا الشكاوي من المواطنين وشافوا أولاد سووا كيك ولما روح نحكي لأهلهم يكونوا أولادنا ما بعملوا شي شايف؟ يعني يعني بين كلك هاي الثقافة الموجودة بدك أنت فترة حتى تفهم الناس يعني هذا الحكي لو بصير في رمالة ولا بصير في البيرة ولا بصير في كده اللي يبنوا كسر اللمبة بده يدفع حك هاي الوحدة للكهرباء هاي بتكلفنا أكثر من ثلاثمائة شكل الوحدة مع اللمبة يعني الوحدة حوالي يعني مئتين وثمانين أو ثلاثمائة شكل واللمبة هاي حكها ربعين شكل تبعت الكهرباء يعني مسألة مش سهلة يعني كل ما تضبطوا فيها الأطفال بكسروا مش يعني مش دايما مش في كل البلد مش في كل البلد هي هاي بتيجي جاهزة هي هاي احنا بشتري وحدات جاهزة هي هيك شايف حتى يعني أنا أحد المواطنين قلي بأنه يعني بعد ما ركبته اللمبة مكعدة الشسبوع فحكيت أنا مع المصدر اللي احنا بنأخذ منه فقافة تخريب الممتلكات العامة إنه احنا المصدر اللي بنأخذ منه قلت له بدي تشوف لي إنه ليش هاي اللمبات يعني يعني في منها كعدة السبوع وانحرك يعني فبدي أنا نوعية تكون يعني نوعية جيدة بحيث أنها يعني تدوم فترة أكثر لأنه موضوع الإنار موضوع مكلف يعني موضوع مش بسيط أيضا مظلات الانتظار في كوبر يعني كراسيها مخلعة بالكامل لا يوجد نظافة بداخلها وضعها سيء للغاية نعم صحيح هذه يعني المجلس سابقا عمل يعني هاي المظلات وتعب عليها وكانت ممتازة جدا ولكن بكل أسف يعني الولاد هم اللي يعني الولاد ما بيعرفوا إنه والله هاي كديش ممكن كلفت أهل البلد كلفت المجلس هاي المظلات حتى انعملت وحتى يمكن أحيانا يمر مواطن ويلاقي ابنه في جول المظلة بضرب حجر بالكراسي أو بالكزاز اللي كان على الداير وما يقول له يعني إيش بتساوي كويس يعني لو كان فيه أنه يعني الثقافة تفضل هذه المشكلة ما الحل يعني برأيكم كبلدي حيح احنا يعني احنا بنحكي مع الناس في هذا الموضوع لدرجة انه فكرنا انه نعمل يعني مظلات انه حتى لو انه حاول أي حدا يعني يكسرها ما يقدر يعني عملها باشي هل السبب الرئيسي بسبب غياب الامن في كوبر بسبب عدم وجود مركز السلطة على سبيل المثال؟ هي هي الولاد بعملوها يعني بتم هذا الحكي بدون يعني تخطيط يعني ليس ليس مع سبك الإصرار هم هيك يعني الولاد ما يعني زي ما كنت لك يعني عدم وعي عدم فهم صغر سن هيك يعني ما فيش هناك يعني ما بتلاك انت والله واحد مواطن مثلا كبير أو شاب كبير بيجي بخرب مثلا مظلة او بضرب مثلا لمبة كهرباء واشي يعني هاي كلياتها بتنتجي نعم ولكن يقول البعض بأن ايضا هناك دور على البلدية في الرقابة على مشاريعها في توعية المواطن الفلسطيني نكمل النقاش ولكن بعد استطلاع ميداني اجراه فريق البرنامج في بلدة كوبر لنتابع طلوب منها البناء التحتية بشكل عام عندنا الكهرباء المي زفتة الشوارع في باقي المخطط الهيكلة مشان انتشار السكان فيش عندنا شبكة صرف صحي وهي اصبحت مهمة عندنا في البلد لان الجوار الامتصاصية يعني راح الناس او صارت في مشاكل عليها معانا الطرق يعني هي اهم فكرة الكهرباء والمي لانه في عنا كثير دور موجودة مش واصلة لا كهرباء ولا مي ولا طرق معبدة زي ما انتشايف هاي عندك مضلات لازم الواحد يعني يقعد فيهن كمطر كشة طوية انه يجب يقعد فيهن وهي انه مكسرات زي ما انتشايف يعني حاويات فيش لموهن زمان وكبوهن المشكلة في يعني جوار الامتصاص انه من تشري في كل يعني كل بيت عنده جوار امتصاص بالتالي بسبب انه فيش شبكة صرف صحي طرق هي انا في رأيي سببها شركة المياه وشركة الكهرباء لانه كل ما بحفروا لحده بوصلوله كهرباء او مي بحفروا الطريقة الا برجعوا بزفتوها بس الزفت ايا بتصير مطب لا اعلى او لا بتهبط بتصير اقل يعني فبالتالي لازم يصير مطب يعني مطلوب توسعة الشوارع يعني مشاريع لشوارع المياه للكهرباء هذه اللي بتوسع الناس تعطي الناس مجالة توسع القرية وتصير فيها اوفقوا فيها فبالتالي لازم نحن مشاريع طرق ومشاريع مياه وكهرباء نفس الاشي انها اكثر اشي المي يعني اللي بنعاني منها ومن غلاء المي تعمل بنية تحتية للبلد زي ربط مجاري مثلا تثبت شوارع مدارس في مدرسة صغيرة مثلا لديها مدرسة ثانية توسع المدارس الثانية الناس يعني هاجر أراضيها ومناطق سي فهم وهذا يعني مخلي الأراضي هي تطلع قدامك جبال كلها خراب فهم لما بيفتحوا أراضي زراعية وبوصلوها مي وكهرباء الناس تمتد في البنى يعني الكثير من المشكلات حملها الاستطلاع واحدة من أهم المشكلات التي ذكرت غياب شبكات صرف صحي المواطني يعتمد على الحفر الامتصاصية والصماء المياه العادي ما تترسب تلوث التربة تلوث المياه الجوفية السؤال أنتم كبلدية ماذا فعلتم للقضاء على هذه المشكلة يعني هاي مشكلة طبعا الكل اللي حكوا للشباب في موضوع الاستطلاع كل كلامهم صحيح وهاي معانا مش موجودة في كوبر احنا عنا يعني في محافظة رام الله والبيرة عنا حوالي 75 هيئة محلية يمكن عشر هيئات محلية يمكن يكون فيهم صرف صحة يعني 65 هيئة محلية ما فيها صرف صحي تمام أنتم في كوبر ماذا فعلتم للقضاء على هذه المشكلة البيئية يعني احنا من ضمن المشاريع المقترحة اللي حطناها على الخطة الاستراتيجية تنموية لكوبر حطينا يعني موضوع الصرف الصحي مع قناعتنا واعتقادنا بأنه هذا موضوع يعني شائك جدا مش موضوع بسيط يعني بلد زي كوبر تكلفته العالية؟ حتى توصل لآخر دار في كوبر في حوالي خمسة كيلومتر وعرض في حوالي أكثر مثلات لأربع كيلومتر يعني بلد كبيرة وتضاريس البلد يعني تضاريس صعبة جدا وبالتالي لما أنت بدك تعمل شبكة صرف صحي هاي مسألة أنا تقديراتي أنه يمكن يعني خمسة مليون شكل ما بغطوا شبكة صرف صحي في كوبر هل خطبتم جهات المانحة؟ ولكن نعم صحيح جهات مانحة وزارة الحكم المحلي الحكومة؟ يعني بنحكي مع وزارة الحكم المحلي بنحكي مع الجي سيد مع كل هاي الدول على أساس حتى يعني مش شرط أنه يكون لكوبر يعني لحالها كوبر والبلدات والقرى المحيطة مجموعة قرى وأنا يعني بعد هل طلقيتم أي وعودات مثلا؟ لا 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 نهائيا هو مجرد يعني كلام ولأنه يعني أنا من إلى يعني خلال فترة عملي في وزارة الحكم المحلي كان في هناك مشروع صرف صحي لبجوز حوالي سبع كرة بتضم صردة وأبوكاش بيرزيت عطارة جيفنا عينسينيا دور القرع زائد مخيم الجلزون وكان في حوالي عشرين مليون يعني يورو اللي مرصدات لهذا الموضوع وبالنهاية فشلوا ما صار إذن لا مشروع في الأفق صرف صحي لكوبر لا لا مش بس لكوبر مش بس لكوبر ولا القرى ولا بلدات المحيطة ولا بس لكوبر أنا بقولك فيه 65 هيئة محلية في محاولة العربة فيها العادة عندما تم تلقى هذه الحفارة في يعني تنكلة نضح المواطنين هنا يتم نضحها في النهاية وبين يعني فتحنا لهم هذا الشارع اللي فتحنا على مكب النفايات من ضمن النفايات يعني في الوديان تقونا في الوديان من ضمن النفايات وأنا بقولك هذا الحكي يعني غلط مش صحيح يعني تحلون المشكلة بمشكلة بأي أكبر منها نظرا لغياب الحلول أول شي احنا فيه عندنا مشكلة كبيرة اللي هي الإسرائيليين يعني هم بمنعوك أنك أنت حتى في هذا المكان هم قبل أكم يوم لما يجوا جرفوا الشارع كمان يعني حجزوا إحدى السيارات النضح وقعدة شهر يعني لما أصحابها يعني طلعوها ودفعوا قالوا لي أظن 5500 شكل غرامة لما يعني قدروا يطلعوها في موضوع آخر الناس يعني في كوبر يعتمدون لغاية يومنا هذا على براميل أمام المنازل لجمع النفايات أين الحويات في كوبر؟ يعني هو بالزمنات أول ما صار يعني إجت السلطة وصار مجلس خدمات مشتركة كان في مجلس خدمات مشترك بدون كوبر أو بشغيدي من مزرع سوردة أو بوكاش وجابوا سيارة نفايات صغيرة وجابوا حويات ولكن هاي السيارة النفايات يعني خربت واندثرت وراحت تركتور هلأ المستعمل والحويات بطل يعني إلهن لزوم وأصلا يعني هن كتين ورموهن الناس هلأ إحنا عنا في كوبر طبعا أنا محترامي للإخوان اللي يعني حكوا كلهم هم بعرفوا الصحيح يمكننا ذول اللي حكوا كلهم يعني منهم أخذ يعني حويات منهم أخذش إحنا يعني بجينا حويات من مجلس الخدمات المشترك يعني إجانا مرة ستين حاوية وإجانا مرة ثانية مئة وثمانين حاوية إحنا ما جدناش حويات مبارح لما دخل البلد لا لا فيه فيه ولكن أنا بقول لك إحنا هاي الحويات بنعتبرها حويات بيتية ولكن هاي الحويات إلها ميزة أنه يعني الخنزير الكلاب الدواب البسس كل هاي الأمور ما بتقدر تنزل في جو هاي الحاوية أو تنفل النفايات بتالي تكبهن في حاليا عم تنبشي الحيوانات في الكلاب الضالي عم تنبشي البرميل أمام مناسة المكشوفة طبعا ونسوي كارثة بالمكشوفة وحوائح كريئة أو حشرات إحنا يعني أعطينا الناس أكثر من مئة حاوية هاي الحاوية بالسوق حقها ثلاث مئة شكل إحنا بنأخذ من المواطن مئة شكل حق الحاوية وهاي بس تشجيع إلو مشان هاي تكون إلو طبعا أين تنذهب الحاويات؟ الحاويات موجودة عندنا وإحنا بالعكس إحنا نزلنا على الصفحة البلدية بإنه في حاويات في البلدية الحاوية بتكلف المواطن مئة شكل هاي الحاوية ما بيقدر هذه هي عامة على البلدية توفيرها بالمجان لكل مواطن في البلد في المناطق والشوارع العامة أنا أول مرة صراحة بسمع أن الواحد يشتري الحاوية من البلدية هذا اللي أنت أحيانا يعني مثلا أول إشي لما جابوا سيارة النفايات وجابوا الحاويات جابوهن مجانا كويس هلأ هذا الموضوع بيختلف إحنا أصلا كمان إحنا كبلدية بندفع اشتراك لمجلس الخدمات المشترك يعني بندفع له اشتراك سنوي شايف وأنا باعتقادي أنا باعتقادي مش كثير مش كثير على المواطن أنه يدفع حاوية 100 شكل ويحكف السوق 300 شكل مش كثير بالعكس كثير من المواطنين من أساسيات العمل للبلدية أن توفر حاويات بالمجان للمواطنين أنت مش بتحكي عن بلدية البيرة ولا بلدية رمالة وإحنا هذه كمان هي هاي المشكلة اللي بنعاني منها وإحنا يعني 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 بجوز بصدد يعني عمل مشكلة في هذا الموضوع إنه ما معنى إنه بيجي مثلا والله سيارات نفايات هاي سيارات النفايات وبعملوا اجتماع والهيات المحلية والبلديات يجيوا مشان يحضروا توزيع هاي سيارات والحاويات وبالنها هاي بتوزعين على رمالة والبيرة وبطونية والسلام عليكم كويس يعنيό أنت بتروع على بلدية البيرة بتلاكي فيها أسطول من السيارات وبلدية رمالة بتلاكي فيها أسطول وروع على بلدية بطونيا بتلاكي فيها أسطول طب وليش إحنا بتلاكي مثلا والله عشرين ثلاثين هيئة محلية فاش عندهم سيارات نفايات لماذا مان يتحمل المسؤولية تحملrs في مجلس الخدمات مشترك الوزارة الحكم المحلي الحكومة هم لازم يعرفوا أنه بكل أكدبر حالك والله تقدر تلمت برعات وجيب تشتروا لكم سياءة اشترو المواطن أمام البلدية وليس وزارة الحكم المحلي البلدية مسؤولة عن الخدمات كلها المقدمة للمواطنين المواطن يتهم البلدية في كوبر بالتقصير في موضوع يعني أنا شفت الحرقها ولا واحد موجهة اتهم للبلدية يعني البعض وراء كاميرا حكا لنا بصرف النظر بصرف النظر أنا عندي واحد قبل أكم يوم اتهم البلدية أنها مش مياخد النفايات من عنده ولما اكتشفنا لكينا نلأ مياخد النفايات من عنده وبالصدفة يجع عندي على البلدية قلت له تعال انت بتقول على البلدية ما تخش نفايات من عنده قال لا ما قلتش قلت له السكرتيرا شوفيه لك اديش عليه نفايات لكينا عليه 2500 شيكل نفايات تتركه واحد لجمع النفايات في الملد؟ نعم صحيح أكم من عام النظافة في؟ في ثلاث هل هذا كافي برأيك؟ آآ كافي طبعا كافي ولكن سيارة واحدة غير كافية أو تركتور هل بالعكس ولما يكون فيه سيارة بيكون يعني عدد العمال أقل طبعا احنا العمال واحد من العمال الثلاث بنشغله نص الأسبوع مع السيارة ونص الأسبوع بنشغله بالشارع هل المواطن ملتزم بدفع ضرائب أو رسوم هذا اللي بدي أحكي لك هي أنه أنت بتلاك أحيانا اللي يعني بيحكوا أكثر إشي على البلدية هم الناس اللي عليهم أموال متراكمة أنا لما جيت أنا لما جيت على البلدية أنا لما جيت على البلدية كان 700 ألف شيكل ديون على الناس وهذا على بلد زي كوبرا هذا إشي كثير هذا إشي كثير فيه ناس من الألفين وواحد مش دافع مستحقات النفاية اللي عليه كويس فهي مشكلة في البلد اللي أنا بشوفه محيانا لما يتأخر التركتور لما يخرب التركتور بنودي للصيانة فيه ناس بصيروا يحتجوا اللي بيحتجوا هم الناس اللي أصلا يعني ما بدفعوا اليوم كم تبلغ مجملة ديون طبعا أنا ما في عندي حدا يعني ما بدفع الكل بده يدفع كويس ولكن ليش أنت ما أنت بطلع على الواحد خمسة وعشرين شكل في الشهر يعني أقل من شكل اللي ربع بطلع عليه في اليوم كويس طب أنت الشكل اللي ربع معقول أنت عجزان أنك تدفعوا البلدية اللي بتخذلك نفاياتك كل يوم من الدار و بتبعدهم أربع كيلو عن دارك مش هنتوديهم على مكب النفايات هذول موظفين عندي مش آخر الشهر أنا بعطيهم رواتب من وين أنا بدي أعطيهم رواتب إذا أنت يعني ممتنع عن دفع المساعدة في قضية أخرى مساحة شاسعة في كوبر أراضي بور المزارع أو المواطن لا يستطيع الوصول إليها بسبب قلة أو عدم توفر الأراضي الزراعية ماذا فعلتم في هذا الإطار يعني أنا يمكن خلال وجوده في البلدية ما فتحناش طرق زراعية مع أنه إحنا بنحاول يعني الطرق مفتوحة نحسنها أو شي وكان إلنا مشروعين السنة اللي فاتت مشروع عند إحدى المؤسسات ومشروع عند وزارة الأشغال والمشروعين حوالي 12 كيلو طول ولكن يعني ظلوا يماطلوا 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 بعدين ما نفذوا يعني هذا الموضوع بالغ الأهمية الأرض تترك بنحش المستوطنين وإخداءاتهم أنا بقول عفواً عفواً وإخداءاتهم أنا بقول لك أنا بقول لك ما في كطعة أرض في كوبر ما بتوصلها سيارة على بابها أو قريب منها يعني عصلاً إحنا في يعني مناطق جبلية أصلاً أنت لا تصدق أنك تفتح فيها شوارع يعني مش أنا في المناطق الزراعية في مناطق الجبال هاي لازم كل واحد يوقف سيارته في جوه أرضياته لأنه في مناطق أصلاً والله بدك أنت يعني جرافة ديناين لأنك تقدر أصلاً طبيعة تبغرافية لبلادنا ولكن إحنا بالعكس إحنا من أكثر البلاد اللي فيها طرق زراعية وبدليل ذلك تعالي أنت في أيام مثلاً الزتون أو في أيام مثلاً الأيام الزي هاي تعالي على الكوبر بتلاقي كل الناس في سياراتهم يعني في هال رايحين على هالخلا على هالخلا على الربيع هل هناك مشروع مستقبلي لشقل مزيدنا الشوارع الزراعية حتى تضمن يعني المزارع الوصول إلى أرضه وحماية هذه على الأرض من غول الاستيطان يعني خليناً نكون صراحين أولاً يعني أنا كبلدية الصلاحيات الأولية عندي هي داخل حدود المخطط الهيكل منطقة سي لا داخل حدود المخطط الهيكل أقصد خارج حدود المخطط الهيكل هي منطقة سي لا في شوية بي خارج حدود المخطط الهيكل ولكن إحنا زي ما قلت لك إحنا عنا من 4500 ل5000 دنم في بي و7000 دنم في سي لا تستطيعون التحرك في منطقة سي نتحرك فيها وطرق زراعية مفتوعة عليها كلها كل المواطنين بوصلوا أراضيهم من خلال طرق الزراعية ولكن يعني البلدية لا تستطيع إنها تشتغل طرق في داخل المخطط الهيكل وتشتغل طرق داخل خارج حدود المخطط الهيكل وعلى هذا الأساس إحنا كمزارعين يعني أنا برى البلدية في أرضي اللي خارج حدود المخطط الهيكلة أنا مزارع أنا صاحب أرض أنا بدفق أنا كل جراني في الأرض وبندفع بالعادة بدفع كل واحد 300 شكل وبنجيب باقر وبنجيب باسكورس وبنجيب كذا وبنفتح الطرق يعني ما هي المنظوم مش مكلف وبالعكس كل يعني أراضي كوبر بتوصلها الطرق الزراعية قال أحد المواطنين في الاستطلاع أن هنا اللي كمنازل يعني حسب ما حكى بالضبط مش وصلها لا كهرباء ولا ماء صحيح والبلدية تحمل أنا اللي بحكي هذا الموضوع بأنه أنا حكيت مع سلطة الطاقة مع مصرحة المياه مع شركة الكهرباء أنه إحنا عنا أحياء كاملة في كوبر ما فيها شبكة ماء ولا شبكة كهرباء ونزلت معنا شركة الكهرباء وعملنا عملية مسح لهذه الأحياء نعم ورفعنا لهم مخطط وودنا لسلطة الطاقة وهي موجود عند سلطة الطاقة ونستنى وحتى وإحنا في سلطة الطاقة الرئيس سلطة الطاقة اتصل فيه شامل عمري اللي هو مدير عام شركة الكهرباء وقال له عندي مجلس كوبر بكي لسه مجلس مش بلدية وهيك هيك الوضع عندهم ولم يتغير الواقع ونحن بلنا نساعد ونحن بلنا إشيه ولليوم ننتظر لليوم ننتظر من يتحمل المسؤولية أنا بأعتقد بأنه الشركة الكهرباء ومصلحة المياه هم يعني يتحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع بالعكس أنا بأعتبر بأنهم هم يعني يعني بعاقبه في الشعب الفلسطيني بدون أي مبرر غياب مركز طواري 24 سنة بمعنى بمعنى عفوان عفوان بمعنى أنه أنت يعني شركة كهرباء أنت لازم تكون على الأقل على الأقل لمغطي لك كل مناطق المخططة الهيكلي طعا أو حتى مناطق بي بالشبكات لأنه هذا إلك أنت وين ما في عمود كهرباء بروح المواطن تقصير كبير من شركة الكهرباء يعني يعني شركة الكهرباء يعني بتعاونوا نسبيا معانا وأسعارهم يعني معقولة يعني أنا عندي مثلا هاي الأحياء اللي ما فيش فيها مثلا كهرباء أنا بأجي باقترح على المواطنين أنه أنتوا يعني جيبوا قائمة بالناس اللي فيش عندهم كهرباء بنرفع كتاب لشركة الكهرباء بعطولنا تقديرات بيطلح يعني على المواطن خمسمائة شاكل كم عرض المنازل تقريبا خمسمائة شاكل كهرباء في كوبر والله يمكن يكون فيه يعني فوق الميت منزل يعني مشكلة كبيرة ظاهرة آآ طبعا طبعا في ملف آخر ومش بس هيك مش بس هيك يعني لو في شبكات المواطن بتمدد صحيح يعني أنا في عندي مناطق في كوبر صارت يعني محترامة للمخيم صارت يعني هيك يعني كثافة سكانية كثافة سكانية عالية جدا في ملف آخر هناك غياب لمركز طواري 24 ساعة في كوبر هل خطبتم مزارة الصحة وماذا كان الرد يعني شوف احنا في عنا يعني عيادة حكومية في كوبر تفتقد للتخصص متوفر فيها يعني كل شي وفي عنا كمان عيادة صحية خاصة لجمعية كمان يعني بتدوم يوم يوم ومتوفر فيها كل شي ولكن إذا مريض يعني حالة طار على الساعة 12 بالليل دي طار يطلع بره كوبر عرم الله أو اللي بعرف شوين عفوا عفوا احنا مش مش كوروناية يعني كوبر تحديدا من كوبر من دوار كوبر لمستشفر مالله عشر دقائق هذا في حالة فيش محسو حاجز عسكري اسرائيلي لا يعني فيش معوقات وفيش أزمة وبتعرف كيف اخترعوا عننا الحواجز الحواجز حواجز وما فيش حواجز ما فيش حواجز مش دائما عزمة السير نعم مش دائما الحواجز موجودة شايف ولكن يعني أنا بكيت أطلع من داري آجي على وزارة الحكم المحلي وأنا موظف بالوزارة وفي ناس ساكنين في منطقة الطير أو في منطقة مثلا باتونيا رمالة تحت كذا أنا وصلك بالهم أيضا غياب إسعاف غياب إطفائية في كوبر كل هذه الشغلات غير متوفرة يعني أنا بعتقد أنه كل هذه المسائل ما هيش مشكلة في كوبر لأنه أنا عندي والله في بلدية بيرزيت في مثلا والله مركز إطفائية في كل هذه الأمور وإحنا يعني في تعاون كبير جدا ما بين كل الهيئات المحلية وتابع هذا النقاش ولكن بعد الفاصل القصير نرحب بكم مرة أخرى في هذا المحور نتحدث عن الواقع المالي لبلدية كوبر كم تبلغ ديون البلدية يعني أنا بكل فخر بحكيها بأنه يعني بلدية كوبر قد تكون يعني البلدية الوحيدة اللي ما فيش عليها ولا شيكل ديون مع أنه احنا يعني استلمنا المجلس ما فيه ولا شيكل وكان فيه حوالي من خمسين إلى ستين ألف شيكل ديون احنا كمنا بتزديد كل الديون كم تبلغ الديون على المواطن يعني فيه عندنا يعني بحدود لا زالت يعني بجوز بحدود السبعمائة ألف شيكل ديون كم تبلغ موازنة عام 2019 يعني أنا مش يعني مش حاول بالضبط لو ذكرتني كان جبت الموازنة معي ولكن أنا اللي بقدر أقوله أنه احنا يعني لا يوجد علينا أي ديون وحتى كنا مر بورشة مع الجي اي زيد وحكى يعني المحاضر أنه يعني سياق الحديث عن موضوع الديون الأحيات ما هي بيقول أنا بعرف أنه اللي عليها ديون عليها كذا ولكن اتفاجأ لما قلت له أنا إلا كبر فيش علينا ولا أي شي كالديون في موضوع الشفافية داخل البلدية لو جاءكم أي مواطن وطلب كشفا بنكيا عن المعاملات البنكية للبلدية هل تزودوا بهذه الأوراق والأرقى طبعا طبعا بكل تأكيد بنزلها على صفحة البلدية إحنا الموازنة لما بنعد الموازنة بنزلها على صفحة البلدية والتقارير الشهرية بنزلها على صفحة البلدية وكل المواطنين بيشوفوها هل أنتم منزلين ولو أي مواطن لأي مواطن إجاء هل في التلزام كامل في هذا الموضوع طبعا طبعا في التلزام ولا هذا نظام يعني ما بنقدر إحنا نتجاوز يقال بأن عمال النظافة يعني تدفعون لهم بالكاش وليس بالشكات هل هذا صحيح يعني هو نعم صحيح أحيانا وأحيانا بالشكات يعني كويس ليش لأنه إذا كان أنا متوفر عندي يعني آخر الشهر آخر يومين ثلاث مثلا مصاري هذا ولا يعني عمنا عمال نفايات هم يعني يعني خليني أقول يعني بصراحة يمكن يكون هم من ما يحسبه من دول الاحتياجات الخاصة يعني صعب أنه يتعامل مع بنك أو مع مساء مثل هذا ولكن يعني نظام الهيات المحلية واضح يجب التعامل مع البنوك حولات شكات بعيدة عن أي كاش نعم صحيح نعم صحيح أنا بعرف أنه يعني لحد أنا ألف شكل أو ألفين شكل أنا بكون في صندوق البلدية في داخل حدود في داخل المبنى البلدية وأكثر من هيك يعني لا يجوز لازم كله يطلع ولكن هذا يضع البلدية في مأزق وزارة الحكم المحلي يعني لو المزارة مثلا رسلت مراقبين للبلدية يعني وقتشفت أنه في صرف كاشر في مشاكل بكزر مع وزارة الحكم المحلي ولكن أنا في عندي في هذه المرحلة تحديدا في عندي أنا مشروع تسوية أحيانا ممكن أنا يعني بنحول على البنك ولكن أنت بدك تعرف مسألة أنه أنا عندي في المشروع التسوية يعني يمكن أغلب المصاري بتروح للمساح ومصاريف يعني أنا عندي مثلا والله المساح المقاول اللي رسع عليه العطاء يمكن بيطلع له بحدود 800 ألف شكل هذا لازم كل أسبوع أنا لازم أوفر له مبلغ من 10 إلى 15 إلى 20 ألف شكل شي أنا بحاول طبعا أوفر له هذا المبلغ وممكن أحيانا صعب أنك أنت تيجي كل أسبوع تعطيه شك وتقول له روح على البنك بعيدا عن الدبلوماسية وبعيدا عن المجاملات كيف تقيم دعم مزارة الحكم المحلي والحكومة السابقة لكوبر هل كوبر تعاني من التهميش أم كان هناك مشاريع أنا أعتقد أن موضوع التهميش مش وارد أنا ما أستطيع أتهم الحكومة ولا وزارة الحكم المحلي أن هناك تهميش لأن هذا بإضاف موظف وزارة المحلي صابق إذا حدا لا إذا حدا بيحكي هذا الحكي فهو غير واعي وغير عارف بطبيعة التعامل ما بين البلديات وما بين الوزارة وما بين الحكومة وما بين كل هاي الأمور وزي ما قلت لك واحد إن شاء الله هاي بلدية رمالة يظلوا نايمين مئة سنة ما يدوروا على دعم للبلدية ما حد بيجع عليهم بكلهم يعني تعالوا تعطيكم مصارى أو شي في دقيقة واحدة نظرا لضيق الوقت ما هي أبرز المشاريع المقبلة على كوبر باختصار شريع تفضل يعني إحنا حاطين ضمن استراتيجيتنا إنه ندفع باتجاه تعبيد كل الشوارع داخل حدود المخطط الهيكلي يعني في كل المشاريع اللي بتكون موجودة في كوبر أو أي أموال يعني بتتوفر في كوبر يعني إحنا في المشروع هذا المكب النفيات دفعنا 200 ألف شكل من موازنة البلدية حتى نكمل على المبلغ اللي كان جاينا هو مبلغ 150 ألف شكل ودفعنا 200 ألف شكل صار 350 ألف شكل تنى عبدنا 2200 متر إحنا يعني بندفع وبكوة باتجاه تغطية البلد بشبكات المي والكهرباء المناطق اللي يعني مش مغطية وبندفع بهذا الموضوع يعني بكوة لأنه ما بزبط أنه يعني ناس ما يكون في عندهم مي ولا كهرباء ولكن أنا موضوع زي ما قلنا موضوع المي والكهرباء أنا بحمل المسؤولية الأكبر في هذا الموضوع لشركة الكهرباء ولا لمصلحة المياه لأنه هذه يعني شبكاتهم هم بأخذوا عليها مصاري من المواطن فبالتالي يعني لا يجوز أنه مهمة يقولوا لا والله يعني نحن ما بنقدر نمدي لكم طبعا في الفاتور اللي بتعطوني إياها بتأخذوا مبلغ هذا يعني مهوش على إشي نعم بس لمجرد أنه أنتوا مدين يعني شبكة نعم طب أنتوا يعني حكيت معهم مع الكهرباء مع الماء يعني أنتوا مدوا الشبكة من هذه شبكتكم بدون أي نتيجة وانتوا لما بتمدوا شبكة المواطن يعني وين ما يشوف في شبكة بمدوا وببني وبتفع لكم بالنهاية نعم عزة بدوان رئيس بلدية كوبر انتهى وقت البرنامج شكرا لك على هذه المقابلة عزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة رامل وهذه تحياتي نزار حبش وإلى اللقاء شكرا شكرا صديقي اشتركوا في القناة